السلام عليكم البنات كديري اللي بس عليكم تنتمنى تكونوا كاملين بخيرو على خير يوما ان شاء الله البنات غاد نحضروا مع بضيتنا ثلاثة انتوع الحشوات اللي زوينين ممكن تعمرو بهم بروات او لا سيقار او لا مينيبسة ثلاث هكا ممكن تصايبوهم بكمية كتيرة وتحتفظو بهم في المجميد كيف بهم ممكن تصايبوه غيره ككمية قليلة تقسمو المكوينة اللي عاتتكم و تصايبو كمية قليلة تنوعو بها في الفطرنتاعكم الي عجبكم الي اقتراح نتعليوه ما تنسوش تدعموني بلايك و بارتاج الفيديو بارتاج هو في جبال مواقع التواصل اللي يشي معي نتاعكم البنات في الانستجرام في الواتساب في الميسانجر باش تزيدوا تشجعوني و غازين بدووا باول حشوة اللي غاتي تكون زوينة بزف غازي يحتاجوا لها الججاجة اللي مغسولة من طبيعة الحلم زيان محيدة لها الجلدان تعتها مرقدها في الخل و في السودانية و في البصلة هكا تحناه ما بزيته و مترقدات تتحيد بلناتك السفورية هادي نحتاجوا لفلفل حمراء مشوية و متحونة تنشويها و تننقيها و تنطحنها البنات تتجيزوينة في الشرمولة نتاع هذه الججاجة دا هادي نحتاجوا العاصر الحمض هادي نحتاجوا شوية متع التوم بودر شوية تلبس لها بودر هادي نحتاجوا القشرة متع الحمض محكوكا الهريسة الزعتر هادي نحتاجوا السودانية هاو هادي نحتاجوا السكين جبير بالنسبة للسكين جبير هادي نحتاجوا لطري فتيبقى من الافضل للبنات هاه بالنسبة للطري تعتوعة استمحوا لي تعتوعة الماداق لي وزوين في هادي الحشوات هادي ناخدوا هاداك الدجاج وغاد نضيف له جميع المكوينات كيف مما قلت لكم يكون دجاج مغسول مزيان ومسقطرة غاد نضيفه لديك البودرة التوم والبودرة البصلة سكين جبير من الافضل اللي عندكم طري الزعتر القشرة متاعت الحمضة محكوكا والهريسة وديك الفلفلة الحمراء الحلوه اللي بتحونا شوية نتاع الملحة تتبقى هديك على حسب الضوء وعاصر الحمض غادي نرقدو هدي الدجاج مزيان يلا عندكم الوقت خليوهم الافضل اللي لكاملة ما عندكمش الوقت اللي بنات غادي ترقدوه تقريبا واحد نص ساعة وغادي تطيبوه من بعد مثلا خليو هادك الدجاج ترقد مزيان تناخد واحد طنجرة تندير فيها هادك الدجاج تنضيف لي شوية نتاع الزبدة بغيتو تخلطو بين الزبدة والزيت يبقى لكم الاختيار تناخد هديك الشرمولة اللي بقت تنضيف لها واحد الكاس نتاع الماء تنضيفوه على ذاك الدجاج وتردو تاتب تنخلي طيبة البنات على عفية مهيلة دائما تنحرك بشمال السقشلية حتى تاتب الدجاج وتتبقى ديك الامريقة منين تاتب الدجاجة البنات تنحيدوه تنحيدوها كجانبا وتنخلي ويدك الامريقة تردوها فوق البطة حتى تتعقد تاتب الدجاجة البنات يزوينا وبنينا تنتمنى لكم فعلا كجربة من بعد تناخد شوية نتاع الفتر الاسود تنغسله مزيان وتنقطعه تناخد علبة نتاع الفتر العادي حتى خدمت بهذا خدمت بهذا كنتاع خمسة دراما لبنات ليسي يتبع غير صغير قدرت من نوع جوج وبنسبة للفتر العادي فعلبة كبيرة سوف تنخلي ويدك المريقة حتى تتعقد وتنضيف عليها تنفذك الانواع من الفتر وهي في اللحظة الان سوف تنحرك متاحة حتى تتشربو الماراق وتيزيد الماراق تيزيد الماراق تعقدو لا تيبقاش فى هاك المالبنات ضروري لا تبقاش فى الماء تبقى هذه كلاسوس عاقدية والفتر للمشانبه او ويخصروش لينا السياقرا ويأيو ما شوفو البنات العافية ميلا وانا تنحرك من بعد تناخد هذك الدجاج بعد ما طاب تناخدو وتنفرتو وتنقطعو رقيق البنات وتنضيف عليه هذك دكجوج انواع تلفتر اللي طيبنا في تيكلمرقة وتنضيف 100 جرام تاعت الفرماج موزاريلا و100 جرام تاعت الفرماج حمر بالنسبة اللي هنية جاجة عندنا جاجة لبنات اللي قلت لكم فبالنسبة لهذه الكيميارة تتخرج واحدة الكمية معقولة تاعت السيقار الى بغيتوها لبنات هكا قسموها وهنية تنضيف علبة تاعت الجبن تاعت 190 جرام اي جبن عندكم هالبنات في لاذلفيا او لاي جبن بالنسبة لبنات اللي تيجونها كتساؤلات را ما عندناش جبن جبلي فاي جبن عندكم هالبنات المهم تكون 190 جرام فيه سافي تنحرك مزيان وتنخلي الحشوة هكا التاتة تتعلق بدوك الانواع عن تاعة الفرماج هنا يتندوز الورقة بالنسبة الورقة انا اختم سنية بالورقة نتعط البخار بالنسبة اللي بنات اللي تيسولون ياكا تيقول لي ما عندناش الورقة واش نخدمو بورقات الفيلو اسمحوا لي هالبنات هي ممكن تخدمو بها غير هي غادي تبدو تتغطيوها حنت هي ضغيات تتنشفها البنات ما تخليوها شعريانا وخفو يجيكم باش هكا ضغيات ضغيات تكملو وما تنشفش معاكم فراح تاية تتجيزوينة وتاية ممكن تصيبو بها ودنو ماكا بزويتا ودخلو من الفرنت يجو زوينين بالنسبة اللي ما عندنهم مش الورقة ولي عندنهم الورقة غا تتخدمو بالورقة نساعة البوخار تتجيزوينة وخفيفة البنات يعني هي تناخد الحشوة وتنبدو تنصيبها على شكل صيقار ممكن تتجيرو الفرماج متاع الصندويتش تعودو الطفو من تحت عاد طفو الحشوة انا خليتها كيف مية حنت فيها الفرماج وفيها الجبن وتنقسم من الورقة بعدها على نص ومن بعدك النص تنقسمو على اربعة طرة الاربعة صفي وتنبدو تنجمع في السيقار نتاعي تنحط الحشوة ونبدو تنلوي وتنلسق بالطحين مخلط مع الماء ممكن تلسقو بيض البيض فبنسبة للسيقار يلا بوتو تحتفظو به تنكملوهم كاملين متان دهنو مشا البنات بالزيت تنكملوهم كاملين تنحطو في واحد البلاطو او اللف فشي هكا فشي طاوة وتنخليوهم تضربوهم له واحد تنشفوهم مزيان تتبالين هذيك الورقة نشفات وتقرمشات عاد باش تنجمعوهم في بواطات بين كلها تبقى وتبقى تنديرو الفلاستيك الغيدائي منين تندخلوهم المجميدة البنات فا مباشرة منين تنبغيوهم من المجميد تنديروهم في الطاواتي كل فران شاعل سخون تندهنوهم مزيان بالزيت وتندخلوهم ومجام دين الفران باش هكا ما تخسرش لينا الورقة وصراحة تتبوتي يجوهم مزيانين بالنسبة لطريقة لاحتفاظ الاخرى را ممكن تعمروهم ودهنوهم بزويتاء ودخلوهم طيبوهم نص طيبة هكا حتي تتشمعو وتخليوهم حتي بردو البنات عادة تستفوهم في البواطات بنفس الطريقة منين تنبغيوهم تنجبدوهم وتنعودو تنكملو لهم طيب البنات من المجميد الفران سوف يعدوهم الاسئلة اللي بزاف تيجوني تنتمنى نكون فدكم هالبنات وتنتمنىكم فعلا نجربو هات الحوش واعدي حنت مو غايرة هكا تنوعو بها لطبيلة نتعكم او لا تخدمو بها هكا لكموند نتوعكم كنين بزاف تليبنات تيبغيو يخدموها كالي كوموند للرمضان وتيبغيو ينوعو في شي حاجة وتيبغيو شي حاجة كالي يزوينا غير جربو ما ديش حشموكم البنات مع الكليان تاعكم فبنسبة الاتمينة بالنسبة البنات اللي تيبغيو ياخدو لكموند بالنسبة الاتمينة تاعات السيقرة هدا فهو 8 درهم وتيبغيو من طبيعة الحال على حسب المدن وعلى حسب الكليان البنات فهذا والسيقرة البنات هنفع عندما صيبتو تناخدو تندهنو بالزيت وتندخلو الفران يتب بغيتو تتقليو هاتي يبقى لكم الاختيارة البنات شوفو انتمو شو بتتقليو اولا تدخلو الفران المهم هو تيجيزويين فهذا هو السيقرة تنتمنى نكون فدكم وتنتمنى كتتصيبو الكليان تاعكم اولا لكم على البنات فبنسبة الحشوه التانية غادي تكون سهلة واقتصادي احتيو الان بان نابنينا هادي نحتاجو شعرية صغيرة مرتبة في الماء برد شوية نتاع الزيت بغيتو تنوعو بين الزيت والزبدة يبقى لكم الاختيار شوية نتاع سلسط السوجة شوية الملحة وشوية البزار وشوية نتاع السودانية تنشحروا هاديك الشعرية بالزيت فوق العافية كاميلة تنشحرها مزيان حتى تتشحر انا قدرتها غير في الماء برد باش فقط تشد راسها الماء حتى تتشحر وتتبنن لينا مزيان بها دوك المكونات اللي دفنا لها بالنسبة لسلسط السوجة غادي تتفو سلسط السوجة الجرية اللي بنا تمشي العقدة غير الجرية باش هكا تتعطينا محد الماء داق اللي يزوين وما تجيش انها قوية سوف هنا يمنين طبط ديك الشعرية والشحرات غادي نضيف لها 100 غرام متاعت لدين في الماء وغادي نضيف لها كمية متاعت الفرماج حمر محكوك وتقريبا واحد 100 غرام و100 غرام متاعت الموت الزاري له وتنضيف لها جوج مع القكبار انتوع الجبن انتوع الجبن الجبلي او لاي جبن عندكم ممكن تعودو بقيتا عن تاع الفرماجية اما 30 او لا 40 سوف تنحرق كل شي تنصحح الدوق بالملحة والبزار وشوية انتاع سلسط السوجة تندوق وتنشوف دك الشي اللي خاص تنضيفو وتندير شوية انتاع تحميرها في ماء اللي عندو يديرها اللي ما عندوش اكسافية غير بهادك لادا انت في ماء صراحة تيجيو زويني المدق انتعوم تيجيو زوين بالنسبة للبنات اللي تعجبوه ماء كل مدق انتعال في ماء غادي يعجبوكو ماء البنات بالنسبة للتحميره في ماء هادي اللي خدمت بها هاديك التحميره الحمرام را تتبع عند جميع اللي تيبيعو مستلزمات لحلويات البنات وابقت مينة اللي مناسبين ما بقيت حتى شي حاجة ما كيناش يعني تنخدم بنفس الطريقة بالورقة انتعال البخار حتى وما ممكن تخدموهم بالورقة انتعال الفيلو او لا كممكن تجربو كيميا قليلة وتخدموها غير بالورقة تضطر او لا تعمرو بهم بسطلة صغير بعاجل المسمن فبزاف انتعال بنتفا تسكنش عندهم الورقة وتي بدوتي يسولوني فرا ممكن تخدمو بقاعد شي اللي قلت لكم تناخد هنا الورقان تاعة البخار وتنبدا تنقطعها اشري تنعبروهم كاملين باش يجيوني قياس واحد مش يجي قياس كبير وقياس صغير فهنية قريبا درت ربعة انتوع السبع وتنبدا تنقطع في الاشري تنتوي بالنسبة الورقان را ممكن تشريوها وتحتفظو بها في المجمد خصوصا هذه تاعة البخار را ما توقع عليها والو تجبدوها وتتخدمو بها لبنات قسموها هكا فمكت وش بدوها وخدمو بها را ما توقع عليها حتى شي حاجة غير فين مما تخدمو بها ضروري تغلف باش ما تنشفش لكم هنا تناخد الورقة اغلفت داك شي اللي بتنغلف وتنبدا تنصيب في الاشري تنتوعي متن دهنو مش بالزيت هنا يبغيتو الدهنوم صراحة دهنوم ما بغيتوش الدهنوم ما الدهنوم مش بالبنات ولا بغيتو تحتفظو بهم بلا ما تدهنوهم سفي تنبدا نحط في الحشوان تاعي وتنبدا تلوي على شكل برايوات تنجيرو من نفس الشكل ونفس القياسة للبنات بالنسبة للحشوة إلا بغيتو تطفو لها حتى شوية تعز عطر ممكن تطفو لها سمحو لي لبنات تجيبه زوانا سنبقى حتى تنكمل برايوات نتوعي كيف مما قلت لكم جاني واحد السؤال حتى تو واحد الأخت قالت لي يا مريم بدنا نصيب كوموند نتع بسي ثلاث اتع برايوات وما عرفتش واش ندهنوهم ولا ما ندهنو مش ما دهنيو مش فقط صيبهم كيف مما صيبت انا عدل برايوات عدو قطعي الورقاء وبدأت تعمري بالحشوة لسقيهم يا إما بياد البيض يا إما بتحين مخلط مع الماء وحطيهم هكا إلا سيبتي كمية كبيرة حتى فوق البوتاجر وخليهم يضربهم اللي هو مزيان حتى ينشفو حتى ينشفو تماما ويبلك بأن الورقاء الليات بحلي مقرمشة وهي غير غير خضرة ماشي طايبة سفي عاد جمعهم لها في إما في بواطات او لشو في هي فاش عادتك جمعهم لها وعطوهم لها هي تجمدهم عطوهم الكليانات عكية تجمدهم سفي عادية الطريقة منين تجدهم هي رات تحتفظ بهم في المجمد من طبيعة الحال وبين كلها تبقى رات تدير البلاستيك ومنين غادي تبغيهم رات تجبدهم من المجمد الفران غادي تدينهم هي بالزيت أو اللي شوف باش تدينهم وغادي تدخلهم من الفران سفي عادية الطريقة نتمنى تكوني سمعتين الفيديو باش تستفدي ان شاء الله عند بزفت البنات بدأت تقول يا مريم بدينا تناخدوا لي كوموند والله تنفرح لكم بسافت وهذا الشي اللي بغيتوا بغيتكم تخدموا على ريوسكم علاش لا تصوروا في لساتكم تحسوا برسكم تدخلوا واحد شوية ولا وغير واحد شوية قليلة لبنات والله تتفرحوا به تتسمى تاعكم وتتسمى وتديروا شي حاجة وتتعمروا حتى الوقت نتاعكم وتتشغلوها كريوسكم ما تبقوش تتفكروا غير تنعرفوا احنا العيالاتي لقايتين تتفكروا غير في الخوان الخاوي صفيا كتتتمرضي من الأفضلها كتتحركوا باش ما عطلة ولو تخدمي كيمية قليلة يلشي حدا كتتعرفة المهم تتسمى را تتخدمي وتتسمى را منتجة وتديري شي حاجة والله يسخر لكم بالنسبة اللي بنات اللي بدأتوا ياخدوا لكم والله يستر لكم وفرحتوني والله يفرحكم حتى انتم ما والله يسعدكم في حياتكم ويستر لكم يا مولانا هنا يكملت البريوات التوعية حتى ومتن خليهم بتاتين شفوا عاد باش تندهنوهم بزويتا وتندخلهم الفران أو اللي ممكن تقليوهم اللي بغا يقليوهم ولكن من الأفضل الفران بالنسبة للحوشوة الثالثة تجي زوينة حتى هي وبنينة ومقادرة اقتصاديين غادي نحتاجو لها الجوج بصلات في السنتات التومة شوية الملحة شوية البزار شوية سكينجبير السودانية وضمان تات السمك تات الحوت الختيارية سلسات السوجة والقرعة خيزو هادي نحتاجو لطون الشعرية الصينية المهم الموكو ويناترا مكتوبين في الجنبين تاع الفيديو را كتبتوهم لكم هالبنات هادي ندوزو نديرو ديك البصلة في المقلاة مع الزيت زيتو المخلطة مع الزيت النباتية مع شوية تعال ملحة تنخليو ديك البصلة تنتيوها ونجيبوها ونخليوها حتى تطهبط من بعد تنضفو لها كمية نتع تخيزو محكوك والقرعة عم حكوكا تتبقى الكمية جاهز مما انتم ما بغيتو من بعد تنضيف التوابل تنضيف الملحة كيف مما قلت لكم هاديك تتبقى على حسب الضوء تنضيف شوية تعال البزار شوية تعال سكنجبير شوية تعال السودانية عندكم حتى التونب بودر ممكن تطفوها البنات وتنضيف ديك ضامن تعال السمك اللي ممكن تعودوها بسلصة السمك تتبقى اختيارية اللي عندكم سمحوا لي يا البنات عادي لك حبا حلفات اللي فتفوتني ما عرفتش ما خليت مادر طوال وغير واحد شوية صافي عود تانية تاني برا هاين نخرجها كل بسلمونت ونتعين تقول صافي تعود جيني عند اصلا انا في الحساسية ولمانعة قليلة ضغياء عود تانية تتعود جيني ثاني اللي ينجيكم وسمحوا لي كنت تبرزت في الفيديوية والله تنحاول نقفت راسي ولكن القرى السلصة في التقجيت المهم تناخدوني الشارية ترتبها في الماء بارد هادي جيك الشارية المكتوبة بالزرق ها هي البنات عادي نوريها لكم قلت لي واحد البنت رام خدومها هادي بلوبيا انا ما عمرني قريت صراحة لونفالاج ما عرفتش والاخرة قالت لي رام خدومها بالرز ذاك شي بش تسبين ما انا تندير لها غير المدافي الاخرة وهادي تندير لها علماء برد باش هكما تعصدوش لي وما عرفتش ان شاء الله حتى نعود نشرعون تأكد من لونفالاج صافي المهم سنضيف ديك الشعرية كبيرة سنخليها حتى تتشرب دوك المقادر سنضيف سلسط السوجاء تتبقى على حسب الدوك تنصحوا الدوك من طبيعة الحليلة خاصة الملحة خاصة البزار خاصة الحر نتمو وهاك تتبقوا الدوك في الايام العادية مش في رمضان وتتبقوا وتتصحوا الدوك صافي تتكون عادية الحشوة تعتنا السهلة اقتصادية وزوينة يعني غازي نخدموهم بسطلة بالطريقة العادية اللي دائما تنخدموهم معكم تنقسم الورقة على الاربعة وتناخد واحد الجزء من الورقة تنبدا نقسمو وباش تنمتن ديك الورقة من الوسطى كباش تجيني متنة صافي تنبدا نحط في الحشوة بغيتو تضيفو لع البنات حتي شوية الفرماج حمر محقوق ضيفو بغيتو تعودو الطون بالكروفيت او الا بأي نوع انت على الحوت اللي عندكم ممكن تعودوه بغيتو تديرو الدجاج والحوت في نفس الوقت ممكن تتيروه مو يخدمو باللي كان عندكم صافي تنبقى نجمع البسطلة في هذه الطريقة البنات اللي تيقوي وش يتحلوه اللي ما تتحلوش البنات في الفرم فقط تجمعوهم وخليوهم حتي ينشوفو حتوهم في الطاوة ودخلوهم يطيبو حتى هما بنفس الطريقة البنات تندخلوهم يطيبو بنيسبة لطريقة اللي احتفظ في المجمدراء قلتها لكم حتى هادو يلا بويتو تحتفظو بهم في المجمدراء تتلوهم في واحد الطاوة او البلاتو حتي تتينشوفو مزيان وتتجمعوهم اللي بنات في بواتات بين كلها تبقى البلاستيك الغدائي تدخلوهم المجمدراء في المجمدراء مني تنبغيو نطيبوهم تنجبدوهم مباشرة من المجمدر الفرن من طبع الحال تندهنوهم وتنطيبوهم هنا بنيسبة هادو حنت فيهم الخدر غادي نزينوهم هنا بشفيان تعال الخدر المجففة اللي تتبع حتى يعني اللي تيبعو مستلزمات الحالويات هادو ندينوهم بشوية الفرماج مكلت وطر رشا ليهم بشوية الخدر المجففة بالنسبة الاتمين انتو اللي بيع انتعهم فهما سبعة دراما البنات حتى هما ما بين ستة دراما سبعة دراما حتى حسب المدن بالنسبة التمر البريوات هو ما بين خمسة دراما حتى الستة دراما تنتمنى نكون في التقومة اللي بناتوا بصحة والراحة كيف ما قلت لكم ثلاثة الحشوات اللي زوينين فيديو اللي عامر بزاف انتع الاسرة ما تنسوا اشتاء البنات غير تدعموني بلايك وببرتاج الفيديو